لتصليت الضوء أكثر على حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة ينضم إلينا عبر الهاتف من ضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق أهلا بك معنا سيد محمد أهلا بكم أهلا بك سيد محمد يعني اجتماع القاهرة ما مدى أو ما هي أهمية هذا الاجتماع وما الذي دفع كل هذا العدد من الفصائل للاهتمام بحضوره نتحدث هنا عن 15 فصيل تقريبا نعم له أهمية استراتيجية في استمرار مصار إعادة القطار الفلسطيني إلى السكة الطبعية لذلك الترتبات التي تقوم بها الفصائل في القاهرة والتي دائما في السياسة يقال بأن الشيطان يكمل في التفاصيل هذه الترتبات تطرد الشيطان من كل تفصيل حتى لا تقع هذه الفصائل في الأيام والأفديع والأشهر القادمة في تعقيدات كان من الممكن ومن الواجب أن يتم تجاوزها خلال هذه الأيام ولذلك هذه الاجتماعات لم تأتي مكاجئة بل هي مرتبة ومنصقة بحيث يتم الاعداد والترتيب لكل تفصيلات الذهاب للانتخابات التشريعية بكل المقتضيات بكل القوانين والمراسيم والاستثناءات والجغراطية والقوائم وكل هذه التفاصيل ودرى أن يتم الحديث فيها والاتفاق فيها وإبراز الاتفاق كي يرسع للجنة المركزية للانتخابات ليتسمى توقين وتوضيب كل الإجراءات القانونية ضمن الاتفاق الفلسطيني الموحد هذا يدفع إلى مزيد من الثقة في الشارع الفلسطيني بملف الانتخابات القادمة خاصة أن الثقة الشارع الفلسطيني بالانتخابات كانت شبه معدومة نظراً للممارسات الاحتلال أولاً وفي الدرجة الأولى تحديداً في فدسة والطفاة الغربية وتانياً نظراً لعدم ددية دولات المصالحة التي عقدت على مدار عقد ونفذ من الزمن من هذا التوقيت وبالتالي هذه المرة كل تطور في هذه الاجتماعات يزيد الثقة الشعبية والمؤسساتية وحتى الدولية في الانتخابات القادمة نعم من جهتها اقترحت حركة حماس أن تكون الانتخابات توافقية سؤال هنا هل تتوقع قبول الفصائل الأخرى وعلى رأسها فتح طبعاً بخوض الانتخابات بقائمة واحدة أو موحدة؟ القائمة الموحدة أعتقد أنه ستكون صعبة على حركة فتح وكذلك على حركة حماس بالإضافة إلى أنها ستكون غير مكبولة للشارع الفلسطيني الذي يرى بأنه يذهب للتغيير لا للتطوير وهنا التطوير المقصود فيها تطوير فقط السلطة الحاكمة للطفاة الغربية وسلطة الحاكمة للطفاة غزة هو لا يريد تطوير بهذه السلطة هو يريد تغيير لكي يكون رأيه هو الذي يحكم في الصندوق كي يتم إبراز حكومة ذات تطلعات شعبية وذات قرار وذات صوت من الجماهير لذلك القائمة الموحدة هي تخفي فساد الحكومة وفساد السلطة وتخفي أيضا في زواياها تفاصيل قادمة قد تكون سببا في إعادة الانقسام من جديد ما بين الفاصلين الكبيرين حماس وفتح لذلك أكثر جرأة وأكثر واقعية هو الذهاب بكل قائمة وكل فصيل ليكون الشارع ويرى الشارع ما الذي يريد أن ينتقره ما الذي يريد أن يقرره وهذا سيكون أفضل للشارع تجنبا للمجاملات الفصائلية على حساب الدستور والقانون والشفافية ومحاربة الفساد ومحاربة الإجراءات الإجراءات التي كانت وما زالت تهدر حق الشعب الدستور محليا ودوليا لذلك إذا ذهبنا إلى فائمة مشتركة هذا يعني أن كل هذه الثغرات وهذه العيوب ستخفى تحت إطار العباء الوطني نعم والما الواقع والحقيقة نعم عفوا سيد محمد ولكن في المقابل هناك انشقاقات في حركة فتح كان أبرزها إقالة القياد ناصر القدوة هل يمكن لحركة تعاني من انشقاقات أن تشكل قائمة مشتركة مع باقي الفصائل قدر الشعب الدستور ليس فتح فتح ليست قدر الشعب الدستور وحماس ليست قدر الشعب الدستور إذا أردنا أن نتحدث في اللغة الديمقراطية التي تحدث فيها الدول ننظر حتى إلى كيان الاحتقال وهو العدو الذي خرجت فيه فصائل متنوعة وجديدة على الساحة وطورة أنا أتحدث الآن عن أن حماس جاهزة للانتخابات فتح أيضا تقول أنها جاهزة للانتخابات هذا الفروض والفصل للقيادات وغيرها من الإجراءات هذا يعود لكتبات داخلية داخل حركة فتحة التي هي جزء من الشعب الدستور أما أن تؤثر وتحجز الانتخابات أن فصيل هنا جاهز وخصيل هناك غير جاهز وأن هناك قائمة وهناك غير قائمة فهذا أمر لا يقبل الشعب السلسطيني يعني كفى من السنوات أطوال من عدم وجود انتخابات هو فقط انتخابات وحيدة إجرت في 2006 بنزاها ولم يحفظ قبلها انتخابات نزيها ولم يحفظ بعدها انتخابات نزيها لذلك دعونا نكون واقعيين إذا أراد المستوى السياسي التابع لفتح في الضفة الغربية أن يظهر للعالم أنه بالفعل ليس مسيطرا على السلطة بحكم المراباة والتوافق والإجبار في بعض الأحيان فعليه أن يذهب الانتخابات بجون أن يكون هناك أي جدولة لخروج فقط عضو قيادة وخروج سيار هنا وهناك أما عن القائمة الموحدة فهذا شأن من المؤكد أنه يتم نقاشه في داخل أرواقات القفائل في القاهرة فإن كان خيارهم ذهاب للقائمة الموحدة ضمن المشروط ومحددات وآليات تفرز رئيس المجلس التشريعي وتفرز الحكومة وتفرز الترتبات الداخلية فيها فهذا موالك آخر أما إذا كان ذهاب إلى قائمة موحدة شكليا فقط ليقال أن التلسطينيين توحدوا سيصبح هذا المنص بعد سبيع وأشهر قليلة وتستجدد الإنقسامات من دليل لأنه فقط أبقوا للشيطان صغرة وفراغا في ظل كل هذا لا تزال هناك أصوات تحاول الذهاب إلى إلغاء الانتخابات تحت مبرر الخوف من تفشي فيروس كورونا ما هي الأثار المحتملة فيما لو تم تأجيل بالفعل تأجيل الانتخابات مجددا في كل دول العالم تقريبا الانتخابات تجري ولا يوجد أي خلل وهناك آلية التباعد موجودة في الانتخابات للتجارة في أكثر من 14 دولة في العالم من دمها أمريكا وحدث فيها الانتخابات لكن أن تكون كورونا مبرضا لتأجيل الانتخابات إذا مثل ما من الذي سيقرر تأجيل الانتخابات بحسب كورونا إذا كان لديه معلومة عن كورونا ما تفطنتهي فليعطينا إياها وقبل ذلك يعطي اللقاء هل تعتقد بوجود أطراف تسعى وراء تأجيل الانتخابات تحت أي ذريع؟ الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الأول من تأجيل الانتخابات لأنه يدرك بأنه يضع خواعد وأسس وتقف لأي سلطة موجودة على أرض الواقع لذلك هو بدأ بالتهديدات وبدأ بالاتقالات لأفصاد المقاومة الفلسطينية في الضغطة الغربية تحديدا من الانتخابة الشعبية وحماس كي يتم ثنيهم عن خوف الانتخابات لذلك الاحتلال لا يريد أن يكون الشعب الفلسطيني الصاحب بمقاطية بالعكس ويوجه للعالم بأجمعه ويقول وعلى لسان نتنياهو قالها في الأمم المتحدة نحن لا نريد أن نعطي الفلسطينيين أي أرض لأنهم منهم بالديموقراطية لا يوجد لديهم انتخابات يوجد لديهم بينهم بالكسام ويوجد هناك حروب الآن على الفلسطيني أن يثبت للعالم أن هناك انتخابات وهناك ديموقراطية وهناك تداول تلمي للسلطة بعيدا عن الزعرنة والطخطفة والميليات الأسكرية هذا الأمر سيفيد القضية الفلسطينية أكثر من التذرع بكورونا لأن كورونا موجودة والوصيات موجودة والإصابات موجودة ويستطيع لجهة الانتخابات المتحدة أن تتعامل معها بالطريقة المناسبة بحيث تكون هناك جزء أساسي من السياسة الفلسطينية قد نقلت للعالم عبر الديموقراطية منطقية وحققية ونظيمة نعم إذن الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق كنت ضيفا عبر الهاتف من الضفة الغربية شكرا جزيلا لك